ترجمة نانسي قنقر يغار على زوجته يغار عليها من كل أذن يلحقها من غيره سواء بنظرة أو ابتسامة أو كلمة أو لمس أو مس أو اختلاط أو نحو ذلك مما يخدح في دينها أو نفسها أو عرضها فمن حق الزوجة على الزوجة أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية كافية وحفظا تاما أن يغار عليها إن أبدت زينتها لغير زوجها ومعارمها كما يغار عليها إن لم يغضى الرجل الأجنبي بصره عنها أو لم تغض بصرها عنه ينهاها عن ذلك لا يرضى صنيعها ولو مع سلامة القلب وحسن النية يغار عليها إن أطلقت لسانة بالسوء والفحش والبذاءة يغار عليها إن دخلت على غير المحارم من الرجال الأجانب أو دخلوا عليها لتجتمع معهم في العمل أو في سهرات عائلية أو غير عائلية سواء في بيتها أو في بيت غيرها هذه كلها أن يغار عليها إن خرجت من بيتها متبرجة بزينتها أو متعطرة أو متحلية بمختلف الحلي والمساحيق أو كاسية عارية قاصلة تنسوق أو العمل أو بعض شؤونها أن يغار عليها من ذلك كل هذا حق من حقوقها أن يغار عليها بأن لا يعرضها للفتنة بسبب طول غيابه عنها أو أن يوردها معها في أماكن اللهو والفجور أو يأخذها إلى السواحل والغابات العاجة بالمنكرات والفساد أو باقتناء شرطة المعازف وكتب الخناء والأقراص المرئية الآثمة أو مجلات الفحش والفجور وما إلى ذلك من وسائل الانحلال الخلقي والسلوقي غيرة الزوج تابة موت النخوة وضيع الرجول الحق الشريفة هذه كلها من الواجبات فيجب علي أن يقوم بواجبه تجاه زوجته إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر